موسيقى نتمرن التمارين زي ما فرح كان بتعمل كده مفرح بالمناسبة بتشاطرة او بتعمل التمارين بطريقة يعني مش عارفة صلح لها حاجة لا يدعي للتصفيق اه بس اه اه التوضع احسن حاجة فينا بس احنا بعد نهاردة هنعمل حاجة اسمها الانقباض العضلي السابت او الايزوميتر كونتراكشن اللي هو التمارين اللي هنعملها من غير ما يبقى فيها حركة من غير ما يبقى فيها حركة فالسكوات مثلا لو بدأنا بالسكوات وده من الحاجات اللي بتشغل العضلة الامامية والبلوت والخالفيات اه وكمان الايزوميتر كونتراكشن دوت بيعمل تقويات للعضلة لناس يا فرح ممكن يبقى عندها مشكلة او اصابة تمنعهم من هما يتحركوا فعايزين يثبتوا يعملوا تقوية الكوادرسات حلوة دي عشان ما يزودوش الاصابة طيب هنبدأ بالسكوات فتحة الرجل مفروض تبقى الدين اه من ايه ده اسئلة انت بتجيب الاسئلة جميعا اسئلة غصة مهمة المشاهدين الصراحة مش انا اه انا بيجيلي فعلا مسجدات واسئلة يعني طيب هنعمل اول حاجة رجلية جنب بعض هفتح لازق في كهب التاني بعدين هسبت مش رجلي في الارض والف هنا ده الوسع بتاع الحوض بتاعي اللي انا ببقى واقف فيه الواقع الطبيعي بتاعتي حلوة بعد كده احبق افرد ظهري وصدري فوق ايدي قدامي علشان ابالنس وزني وابدأ انزل بالراحة واسبت في التسعين درجة هحاول اعمل تلاتين ثانية تلات مرات بالنسبة لنا احنا هنعمل عشر ثواني خمسة كمان اربعة تلاتة اثنين هطلع بالراحة ده اول حاجة انا عايز اقولك انه فعلا السبات هحس بالعضلة بتشتغل هي ممكن تبنت سهلة لكن هي مش سهلة خالص هم لما هيجربوها هيعرف ان هي مش سهلة بزبط ياريت تجربوها وعطلنا الفيت داعك بتاعكم او رأيكم عن التمرين دوت على ريفايف وعلى قناة صد البلد برضى صباح البلد نقدر نرد على الاسئلة دا بزبط بزبط التمرين التاني هنعمل تمرين البوش اوبس البوش اوبس عندنا اللي هنعمل العادي بزبط بزبط هنزل هنا فرح اشتر حاجة فيها التمرين دا هنزل واسبط خمس ثواني بلاش عشر وفرح هنزل وسط تحت سنة ايوا هنزل وسط تحت سنة سنيتين كمان سانية ونص مريح هنحاول نبدأ ممكن نبدأ خمس ثواني بس وبعد كان نبدأ نزود شوية بشوية التمرين سهل جدا هنزل هم هنحاول نمسك معنا ممكن إزاستين مية لو ما عندناش أوزان فرح هندور على أصغر حاجة أنا بختارهم بالألوان صح صح مش بالوزن يعني إنهم أصغر اتنين موجودين عندنا نبدأ هنا وهطلع بقناية الاثنين جنبي هنا لأطلع الريز عشان أمرنا العضلة الجانبية بتاعت الكتف طيب كوتش الوقفة وأنا وقفك نفس الوقفة بتاعتي بزطلها في توقفة أيوة يلا جو وحسبت طول ما أنا سابت عايز سدري فوق بطني مشدودة ركبتي عايزة تبقى متنية تانية صغيرة عشان أحمل أكتر على العضلة مش على المفصل نفسه طب هل إيدي مفروضة على الآخر أنا بشارك كهوة طمام بس أنا إيدي ما تبقاش مفروضة كده أنا عايز إيدي ما تبقاش مفروضة مية في المية أعمل لك وأعمل لود على المفصل بتاع الكوع حطني إيدي تانية صغيرة جدا ثلاثين ثانية ثلاث مرات يعني الموضوع هيبقى شكله سهل زي ما فرح ما بتقول بس شكله زي ما شايفين وش فرح بالزبط كده باين عليه مدى صعوبة التمرين التمرين اللي بعده بتاع البايسبس لعضلات الدرعين هطلع هنا وحسبت ثلاثين ثانية للمص يا كوتش ولا للآخر مهم عندي زي ما فرح ما بتقول كده إن أنا بطلع من هنا لحد التسعين درجة تمام آآ جدا وأعيز أقولكم صباح النشاط وصباح الفل مرسي يا كوتش صباح الفل عليك